حديث مستمر عن أزمات الطاقة في العالم كله وطبعاً إثر الأزمة الروسية الأوكرانية ودلوقتي نتكلم مع حضرتكم عن ما أعلنته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهي أعلنت عن قيام فعالية هندسية للإعلان عن بدء أعمال الصبة الخرصانية الأولى للوحدة النووية الأولى في محطة الضبعة وده ببساطة استكمال المسيرة المصرية في مسألة تنويع مصادر الطاقة للإدارة الجيدة لمسألة أزمة الطاقة الحدث دايب يمثل ببساطة حدث هام جداً في مصار تنفيذ المشروع والانتقال بمصر لأول مرة من دولة تخطط لإنشاء محطات طاقة نووية وأيضاً الدخول في مصاف الدول اللي بتنشئ محطات نووية طبعاً ده طبقاً لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع المحطة محطة الضبعة النووية واحد من المشاريع الاستراتيجية الهامة جداً اللي يعني كانت بتتم برعاية سيد رئيس عبدالفتاح السيسي واللي دلوقتي بقينا نقدر نقول عليه واقع بنعيشه وبنلمس بنلمس تنفيذه على أرض الواقع مشروع المحطة النووية بالضبعة يعني هيساهم في العديد من يعني العوائد الاستراتيجية على الدولة المصرية والمكتسبات الهامة جداً للدولة المصرية يعني هي مسألة كمان يمكن أمن تكنولوجي وتطوير شامل في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتعليم كمان مسألة تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء يعني عنصر مهم جداً ومحور مهم جداً من المحاور الرئيسية لرؤية مصر عشرين تلاتين وده من خلال يعني توليد كهرباء بدون انبعاثات كربونية وبأسعار تنافسية ده ببساطة هيسهم فيه التنمية الاقتصادية وأيضاً الاجتماعية في مصر وكمان يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة